موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وحيكم مشاهداء الكرام أنا محدثكم غسان الشيخ وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج دين ودينار في هذه الحلقة سوف نتحدث عن صيغة من صيغ التوميل تكون الأهم في الهندسة المالية الإسلامية أو في صيغ التوميل الإسلامي فمشروع أبراج البيت بيت الله الحرام أو ما يعرفه بوقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين بمكة المكرمة هذا المشروع الضخم تقريبا 1.5 مليون متر مربع كان تمويله أو سيكون والأعمال الآن بدأت تعمل بتطبيق عن طريق تطبيق عقد الإيجارة الموصفة بذمة وكان المسؤول عن عملية التطبيق والتطوير ضيفنا الليلة الدكتور إبراهيم بن فاد الغفيلي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الرياضة للاستشارات الاقتصادية في الرياض كما أن الدكتور إبراهيم شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة جوار لتطوير وتسويق العقار والتي قامت بتسويق وقف الملك عبد العزيز في مكة المكرمة وتمتد خبرة ضيفنا لأكثر من 18 عاما وتنعكس يعني خبرته أو تعكس معرفة واسعة في مجال الخدمات المصرفية والأعمال المصرفية حيث عمل عشر سنوات في مصرف الراجحي الذي يعد من أكبر المصارف الإسلامية بدأ ضيفنا مسيرته العلمية عام 1975 كمعيد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بالجدة وحصل على مرتبة الشرف الأولى بتقدير امتياز في شهادة البكالوريوس ومن جامعة أيضا الملك عبد العزيز ودرجة الماجستير في الإدارة من جامعة ولاية كاليفورنيا والدكتورة من جامعة ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية ودرس عدة مقرارات دراسية في التطوير التنظيمي والإدارة والاقتصاد الإسلامي وأيضا شغل مرتبة أستاذ مشارك ونائب عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز حتى عام 1993 دكتور بداية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور غسان وأنا سعيد في هذه الأمسية أن أكون معك في البرنامج الناجح دينا ودينار وأنا أيضا دكتور سعيد بلقائكم ومشاركتكم بداية دكتور قبل الحديث عن الحالة التطبيقية الرائدة لتنويل مشروع أبراج البيت أو بيت الله الحرام كثيرا أنا حقيقة شخصيا أسمعك دائما تردد عذارة الهندسة المالية الإسلامية ما المقصود بها؟ في بداية إذا سمحت لدكتور غسان أن أعطي فكرة أن كلمة المصرف هذه اختراع وابتكار أوروبي غربي بمعنى الطاولة حيث أنكم تعلمون أن المصرف كوظيفة بدأت في مدينة البندقية منذ أكثر من 500 عاما وبدأت من خلال الصرافين الذين كانوا يصرفون هذه العملات على ما يسمى الطاولة المستديرة البنكو وهو فيما بعد عرف البنك وتطورت عمليات هذه الصيرفة حتى أصبحت الآن المصارف الغربية وكما تعلمون أن قبل 40 عاما بدأ رواد فكرة المصارف الإسلامية وقيادات من رجال المال والأعمال في العالم العربي وعلى ما تذكر أن كانت البداية لدى الشيخ سعيد لوتا في دبي عندما أسس أول مصرف إسلامي في دبي مصرف دبي الإسلامي ثم تلا ذلك الدكتور أحمد علي ومن معه عندما أسست المملكة العربية السعودية ومجموعة الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي بنك التنمية الإسلامي وانطلقت هذه المصارف في تطوير بنيتها التنظيمية وتطوير هيكلها المالي ولكن استعارت النموذج الغربي النموذج الغربي الذي يقوم على مبدأ الإقراض الدائن والمدين وبمعنى أن إرادات البنك تتحقق من خلال الفرق بين الفائدة الدائنة مطروح منها الفائدة المدينة حيث أن دور المصارف هو دور مهم وخطير وهام بتجميع الموارد المالية من ودايع الأفراد والشركات وإعادة توظيفها في ضخها في الاقتصاد والمصطلح الذي سوف نتحدث عنه هذه الليلة الهندسة المالية الإسلامية هي أولا هذه الهندسة المالية ظهرت في بداية السبعينات في أمريكا عندما أسس أول سوق للسلع وأول سوق للخيارات في شيكاغو وهذا هو ما يتعلق بالمعاملات المستقبلية حيث أن يعتبر هذه المعاملات المستقبلية ظهرت من ذلك الزمن والأخيارات البيع والشراء والعقود المستقبلية وهي هجين من مجموعة من العقود وكلها تعتمد على الفائدة وتعتمد على المضاربة وتعتمد على الغرر وغير ذلك لكن أنا أريد أن أتجاوز هذا الموضوع دكتور حتى أصل إلى الهندسة المالية الإسلامية الذي تردده حضرتك دائما في لقاءاتك وفي ندواتك ومحاضرتك نعم لأنه كما نعلم وكما تعلم دكتور غسان أن دور المصرف الإسلامي ليس دوره هو المقلب وإنما هو دور الذي يسعى إلى توظيف هذه الودائع في خدمة الاقتصاد وهذا يتطلب أن يكون هناك دائما مع الهيئات الشرعية ما يسمى المهندسين الماليين المهندس المالي هو الإسلامي هو الذي ينظر إلى المشروع وينظر إليه من حيث الأطراف المنتفعة في أي مشروع تجد ما يسمى باللغة الإنجليزية في الدارة المالية أي الأطراف المنتفعة بمعنى إذا فرضنا أخذنا مشروع في التطوير العقاري وهو مثلا المطور الذي يأخذ الأرض إما شراء أو استيجار ويضع التصاميم الهندسية ثم يبحث عن إما مشترين لهذه الأعيان أو أنهم منتفعين بها سواء من المضاربين بفوائض أموالهم أو من المتاجرين في منتجات هذا المشروع وكذلك حتى نصل إلى المنتفع النهائي فالهندسة المالية الإسلامية هو البحث عن العقود التي كانت مطبقة في الفقه الإسلامي لأن الفقه الإسلامي فقه ثري ويوجد فيه من العقود التي تتعامل مع المستقبل مثل ما ذكرت قبل قليل وهو عقد الإجارة الموصوف بالذمة وصفا يمنع الجهالة وعقد السلام وعقد الاستصناع وهذه العقود هي تتعامل مع المستقبل ويبحث المهندس المالي الإسلامي كيف يوطن هذه العقود لخدمة الاحتياجات الحالية إما بناء ما يسمى التطيور العقاري أو بناء المطارات أو بناء المستشفيات أو الجامعات أو المدارس أو الطرق أو محطات الكهرباء والمياه وغيرها من بناء تحتية يحتاج إليها الاقتصاد فينظر المهندس المالي من الناحية هذه ما هو العقد الملائم الذي يمكن أن يطبق بحيث أن يقوم المصرف الإسلامي بدور الوسيق المالي بين المطور وبين راعي هذا المشروع وبين الراغبين إما المضاربة بروس أموالهم أو الوداع التي ممكن توظيفها في تمويل هذا المشروع ولكل عقد شروط شرعية وضوابط حتى يتم تطبيقه يعني دكتور هل ترغب حضرتكم أنه بدلا أن نسميه عالم في الدين نسميه هندسة في المهندس في المالية الإسلامية؟ يعني بدلا من أن يقول أن هذا عالم في فقه المعاملات المالية أو أستاذ في فقه المعاملات المالية نطلق هذا المصطلح مهندس في المالية الإسلامية؟ لأن هذا المصطلح يا دكتور غسان أصلا ظهر في أمريكا أعرف أن الأمريكان دائما يحبون ما يسمى المصطلحات لأنه هو ترجمة لـ يعني دائما ظهرت في الورجنزيشن وظهرت في البنوك فهو هندسة الإجراءات أو هندسة العقود التي تفي في دورة تمويل وتربط العلاقة بين المصرف الإسلامي وبين المتمول صاحب المشروع حقيقة يعني دكتور مصطلح حلو يعني حتى نكون يعني مصطلح المهندس في المالية الإسلامية والله يعني جميل صحيح وبعدين كذلك وظيفة مهمة لأن المشايخ حفظهم والله لا يعرفون بالضبط ما هي احتاجات هذا المشروع لكن عندما يعرف المهندس وهو يكون خبير مثلا اقتصادي وخبير في تخطيط إدارة المشاريع وفي إدارة التمويل وفي ما يسمى business model بمعنى يتعمق في فهم النموذج الأعمال الذي يقوم عليه وهذا هندسة المالية تساعد على ربط ما يسمى التمويل بالأهداف بمعنى أن لكل تمويل هدف بمعنى لا يفصل كما هو الحال في الحيل الشرعية يعني الآن الذي سار في المصارف الإسلامية كثير من القيادات هداهم الله وكثير من الممارسات لأن هذه المصارف الإسلامية أصلا الذي قادوه هم ناس تقليدين يعني فقط يحاول أن يستخدم أداة التمويل بين الدائل والمدين ويديرها فإذا مثلا كان هناك رطبق المرابحة قلبها إلى دين هنا في الهندسة المالية الإسلامية لا يحدث هذا الشيء وإنما يكون التمويل مع الهدف مترابطان حتى يتم إنتاج السلعة أو إنتاج المنفعة وهذا من عظمة الهندسة المالية إذا ربطت بعظمة العقود الشرعية في المعاملات المستقبلية هذا أمر حقيقة كلام جميل وأنا أود أن أسأل مدى وجود هذا العلم اليوم في جامعاتنا مع اتساع وانتشار الكبير للمصارف الإسلامية سواء في الدول العربية والإسلامية أو حتى في دول العالم مصطلح جميل حقيقة أن يكون هناك مقرر اسمه الهندسة المالية الإسلامية مدى وجود هذا العلم اليوم في جامعاتنا الدكتور هل هي مؤهلة اليوم لخدمة الصيرف الإسلامية الذي هو ربما أهم مفرزات الاقتصاد الإسلامي في أيامنا المعاصرة هذا المصطلح للأسف لم ينتشر بين هيئات التدريس في الجامعات سواء في المملكة أو في العالم العربي وإنما أصبح منتشرا الآن في أمريكا وفي بعض الجامعات الأوروبية كما يسمى يطلق عليه financial re-engineering يعني الهندسة المالية طبعا بدون الإسلامية ولكن بعض الباحثين وبعض المجتهدين الذين يرغبون الاستفادة مما وصل عليها الغرب لأنه حتى الغرب عندما وصل إلى هذه المصطلحات للأسف لم يطورها تطويرا إيجابيا وإنما بنها على منتجات هلامية أنا وصفها كأنها بالجلي الجلي من شكله جميل ولونه جميل وخاصة إذا كان هو يعني تو خارج من الثلاجة يأكله الإنسان ولكن عندما هذا الجلي يترك للحرارة سرعان ما يذوب وهذه هي الهندسة المالية الغربية للأسف بنت إخرامات من العقود الهلامية الهجينية الجيلاتينية فوقها فوق بعض ظلمات فوقها فوق بعض حتى بنت هذه الهياكل المالية والمنتجات وأصبح كما يقال في إحدى الدراسات إذا كان حجم إنتاج العالم خمسين تريليون هذه الهندسة المالية الغربية عندما سيء استخدامه واعتملت على الفائدة فقط أدت إلى تضخيم والمضاربة أيضا الفائدة المضاربة بالأسعار والمضاربة بالعقود المستقبلية في سبيل تحقيق الربح وفي سبيل الهروب من المخاطرة وكل واحد يركبها على الثاني بلغت خمسمية تريليون دولار بمعنى أنه عشر أضعاف الدخل العالمي فذهب هباء وتبخر في العزمة المالية عام 2008 طيب أدي سأل الدكتور الهندسة المالية الإسلامية مدى انتشاره في بلاد الغرب اليوم مقابيل الهندسة المالية العامة الموجودة عندهم اليوم طبعا الغرب أنا من خلال الاحتكاية ليسوا صادقين في الحصول على المصرفية الإسلامية بجوهرها هم يبحثون عن الموارد المالية عن فوائض الدول هذه الدول الخليج والأسر الغنية كما حدث في عملية السكوك والتسكيك في دبي وفي قطر وفي البحر أنها وضعت سكوك في الواقع هي من حيث الهيكلة الخارجية سكوك إسلامية لكن عندما تبحث وتتعمق لداخلها هي عقود ديون ربوية ولا تحبل من الإسلام إلا اسمه فهم لا يبحثون في الحقيقة ولكن يجب أن نحن أصحاب هذه الرسالة وأصحاب هذا الدين الذي يجب أن نعمل ونتعبد الله فيه سواء كان النساء يعمل في مصرف أو في شركة أو في جهة مالية أو في مؤسسة تمويلية أن فعلا يبحث لأنه يجب حتى تبرأ ذمته ويجب أن يبحث عن الحلال لأن هذه الرسالة الإنسان قل لأن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فإذن هم لا يبحثون عن الحقيقة هذه يبحثون فقط عن كيف ما أقول بعبارة أخرى استنزاف هذه الدول في فوائضها المالية طيب دعني دكتور أدخل في موضوع الحلقة وهو عقد الإجارة الموصوفة بالذمة وأهميتها أول شيء دكتور تعريفة وأنت حقيقة من ناحية العملية وأيضا من ناحية الأكاديمية ما المقصود بالإجارة المنتهية أو الإجارة الموصوفة بالذمة طبعا جمهور الفقهاء عرف الإجارة الموصوفة بالذمة بأنها بيع منافع مستقبلية بثمن حال أو هي سلم في المنافع أو هي إجارة في الذمة لأن المنفع المستوفة متعلقة بذمة المؤجر وليست متعينة وهذا عظمة الإسلام يعني أنا حتى بدأت أنا أفكر بيني بالنفسي يعني الآن سبحان الله عندما تتعاقد على منفع في المستقبل يجب أن تعجل الأجرة لكن عندما تتعاقد مع منفع حالية ممكن أن تقصط الأجرة وممكن أن تدفع في نهاية ولكن جزء من الشروط وسلامة هذا العقد في المنفع الموصوفة في الذمة وطبعا وضعوا له الفقهاء وضوابط وهو وصفا يمنع الجهالة يعني بمعنى العين التي سوف يتم تأجير منفعتها يجب أن تكون موصوفة كأنها في عالم الحال وأيضا لا يكون فيها غررا لا من حيث الحجب والمساحة أنا أريد أن أقف دكتور مرة أخرى عند تعريف الإجارة الموصوفة بالذمة هي بيع منافع مستقبلية بثمن حال لو بسطنا هذا التعريف بيع منافع ما المقصود بالمنافع وإيش مستقبلية وشو معنى بثمن حال يعني مثلا المنافع مثلا السكن السكن هذا إذا كان هو موجودا كعين حالة فهذا يعتبر عقد أجار لمنفعة حالة يعني معينة في ذاتها الآن حالة في هذا الزمن ولكن إذا كان المسكن لم يوجد بعد وإنما سوف ينشأ بعد سنة أو سنتين فهنا عظمة الشريعة الإسلامية التي تسهل المعاملات حتى المستقبلية وهذه أيضا عظمة الشريعة الإسلامية تصور هذا هذه العلوم الفقية لها قبل ألف عام أو أكثر كانوا يفكرون في شيء يسهل أمور الناس في التعامل وهذا أيضا يشجع على التعاون وعلى ثقة بين أفراد المجتمع وعلى تحقيق التكامل وعلى أيضا البحث عن إيجاد السلع والخدمات التي لم توجد بعد فإذا هذا المسكن لم يوجد الآن جائز إذا كان شروط عدم الجهالة وعدم الغرر توفرت فيه مثال مبسط دكتور حتى يكون الأمر واضح للسادة المشاهدين يعني مثال سلامك الله فضل لو كان عندنا نعم يعني المثال اللي فرضنا أنه عندنا مقاول أو مطور أراد أن ينشئ مجموعات من المساكن سواء كانت شققا أو دورا فهو إذن توجد الآن وهذه أيضا عظمة الهندسة الحالية ما يسمى الخرائط الهندسية وما يسمى ثري دايمينشن يعني الأبعاد الثلاثة أنه الإنسان يعرف مساحة الأرض ومساحة البناء والدور الأرضي والدور العلوي وكم عدده الغرف ومساحته الغرفة ومواصفات التنفيذ وغيرها بمعنى أنها توصف للمستعجر الذي يستعجر هذا العين أو الذي يشتريها مستقبلا وصفا يمنع الجهالة وأيضا يمنع الغرر سوى من حيث المواصفات أو من حيث الثمن أن يكون معلوما ومعروفا وأيضا أن يكون يدفع في بداية العقد الدكتور كما تعلم أن الإيجارة الموصفة بالذمة هي جائزة سنشوف مدى مشروعيتها لكن الآن خطر في بالي حقيقة عندما بحثت هذا الموضوع وجدت أن بيت التمويل لكويتي ذهب إلى عدم الجواز وقال السبب أنه لا يمكن ضبط هذه المنفعة المستقبلية لا سيما أن الأعيان إلى الآن غير موجودة طبعا هيئة المحاسبة والمراجعة وذهبت إلى الجواز وهو قول جمهور العلماء ما رأيكم دكتور حول هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أنه في هذا الزمن ومع تطور علوم الهندسة وعلوم المساحة وعلوم التخيل الهندسي يعني أن تجد الآن في دبي مثلا الأبراج هذه الرهيبة وكذلك في مشروع وقف الملك عبدالعيز عندما وضع المهندسين خرائط التفصيلية والدقيقة من حيث المساحة والارتفاعات والمواصفات الإنشائية والمواصفات التشطيب والناحي الكهربائية والمصاعد والعدد وحتى أيضا ممكن أن تتجول في الكمبيوتر داخل هذه الوحدة السكنية شقة أو فلة كأنك تراها رؤية العين فأنا أعتقد إن كان في الزمن الماضي قبل ألف عام أجازوها المشايخنا وعلماءنا الأفاضل فمن باب أولى أن تجوز لأنها فيها منافع كبيرة تتحقق لتدوير هذا المال لأنه هنا يا دكتور غسان الثمن معجلا وهذا يساهم في التمويل تمويل المطور وهذا يخرج المصارف الإسلامية من عنق الزجاجة وهو تحويل التمويل إلى عملية دين وقرض ومدين وهذا بالعكس الآن أصبح عندنا عقد يسهل عملية التمويل وعظمة هذا العقد أنه ينطبق على ليس فقط على السكن ينطبق على إنشاء محطات الكهرباء سنتكلم الدكتور عن مجالات التمويل من خلال الإجارة الموصفة بالزمة وكما تفضلت يعني هذا العقد أجازه السادة المالكية والشافعية والحنابي لو أسموه السلم في المنافع وهو مقرر حتى في الكتب القديمة حتى أيضا دكتور غسان أنا قرأت أنه أنا لست فقيد ولكن أقول حتى الأحناف أجازه مهندسا منيا لكن الأحناف أجازه واشترطوا التعجيل في الثمن أما بقية المذاهب قال ممكن أن يقصط العجرة تقصط أما الأحناف أجازه ولكن اشترطوا التعجيل الثمن الثمن مثل بيع السلم نعم مشاهدي الكرام أتوقف مع فاصل ومن ثمن واصل كنوا معنا